نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بهدف اطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية رحب خلالها بالحضور مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة المتسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخلى لها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار ينعقد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية وذلك في إطار عام الشباب العربية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذا الملتقى الذي ينعقد في ظل الاهتمام بالإعلاميين الشباب وإسقال خبراتهم ومهاراتهم لأنهم هم مستقبل هذه الأمام دور الإعلام العسكري في الحرب والسلم ممكن أن تحدثنا عنه أولا مصطلح الحرب الإعلامية الآن هو واحد من أكثر المصطلحات تكرارا في كل الأدبيات وفي كل وسائل الإعلام الإعلام الآن لم يعد مجرد أداة من أدوات الحرب لا ده بقى هو ساحة للحرب وشفنا أنه كثير من التنظيمات الإرهابية ودي نتائج لدراسات علمية أجرية في جماعات عريقة بتقول أنه كثير من التنظيمات الإرهابية تقوم بعمليات لمجرد ظهور الإعلام وعدم تغطية الإعلام لهذه العمليات تعتبر عملية فشالة وبالتالي التأثير على الحالة النفسية والحالة المعنوية وتحقيق رواج إعلامي من خلال هذه العمليات مسألة مهمة للغاية خليك سألتني سؤال مهم فيما يتعلق بدور الإعلام العسكري في السلم وفي الحرب الحقيقة هو دور مهم جدا وهو الحفاظ على الروح المعنوية الحفاظ على وصول المعلومات الحقيقية والموسقة للجمهور في كلتا الحالة كما قام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقة البدنية وتطعيم المعركة وشهد الوفد عرضا عسكريا أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة نحن النهاردة موجودين في الأكاديمية العسكرية المصرية فخر لكل مصري أنه يكون متواجد النهاردة فيها نحن بنفس ملتقة القيادات الشبابية الإعلامية العربية نسخة تانية طبعا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا عدفنا أن نخلق جيل جديد من الشباب الإعلاميين يكون صادق يكون يتحرط دقة في المعلومة قبل ما يزعها يكون عنده روح الوطنية سواء ولدنا المصريين أو شبابنا العرب إزاي نرجع القومية العربية بين الشباب عن طريق العلاقات وعن طريق الزملاء أو الشباب الإعلاميين دول أنا سعيد جدا بتواجدي النهاردة في الأكاديمية العسكرية المصرية وفخور جدا بتواجدي في هذا الصرح المصري الأصيل معانا وفد القيادات الشبابية الإعلامية العربية الزيارة السابقة كانت القيادات الشبابية المصرية النهاردة قيادات الشبابية الإعلامية العربية بمشاركة العديد من الدول العربية معانا النهاردة طبعا كان فيه فعليات كتير جدا جدا والولاد بسطوا جدا جدا بتواجدهم في مصر اللي هم الأخوة العرب والمصريين بسطوا أن هم بيشاركوا في النسخة التانية لهذا الحدث الكبير جدا اللي أثر معهم وأهلهم فعلا أن هم يكونوا قيادات شبابية على مستوى عالي جدا من التأهيل بحيث أن هم يتكلموا فعلا عن الوطن بالمصدقية وبالطرق العلمية الحديثة الإعلامية اللي ما تخلهمش يتتركوا لأي شائعات أو أي جهات مغرضة أو أخبار كذبة يعني طبعا في البداية شيء عظيم للدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية بتتيح الفرصة لقيادات شباب الإعلام في العالم العربي لزيارة واحدة من أهم قلاع العلوم العسكرية في الوطن العربي وهي الكلية الحربية وذلك لتوضيح آلية إعداد طالب ينتمي بقوات المسلحة يدرك المسئولية الوطنية والاجتماعية ويحمل في وجدان معالم الوطنية لحفظ أمن واستقرار مصر وأيضا ليس مصر فقط لكن العالم العربي بالعالم أجمع نحن الآن في الأكاديمية العسكرية المصرية وفي أرض الكنانة مصر حضرنا على هامش ملتقى الشباب العربي الإعلامي هذه الزيارة الكريمة ونحن سعداء جدا بزيارة مصر مصر تعتبر بالنسبة لنا نحن اليمنين وللجميع الوطن العربي العمود الفقري الذي يحمي جميع الوطن العربي سعيدة جدا أننا معكم وفي هذا الحدث العظيم أكثر شيء أسعدني اليوم هو العرض العسكري الذي شاهدته وانثلجت صدورنا بذلك صراحة أحسسنا أننا في أمن وأمان إذا كانت مصر في أمن وأمان هنيئا لكم بمصر وهنيئا لمصر بكم